أكد محافظ لحج أحمد تركي على أهمية الدور التكاملي بين السلطة المحلية والشرطة والنيابة والقضاء لحماية أراد الدولة ومنع العبث أو السطو عليها وأشار المحافظ خلال زيارته لنيابة استئناف المحافظة ومحكمة استئناف المحافظة بمدير يتوبا إلى أن سرعة البت في قضايا أملاك الدولة من أراد وأعيان يردع المعتدين عليها ويوقفهم عند حدودهم ووجه المحافظ الجهات المعلية بسرعة تجهيز مشروع مبنى السجن المركزي بالمحافظة واعتماد مبلغ 13 مليون أريال لإعادة تشهيده كما وجه فرع هيئة الأراضي بالمحافظة بصرف قطعة أرض سكنية واحدة لكل موظف بمحكمة الاستئناف بالمحافظة وفقا ولكشف راتب تكريما لمكانة القضاء وقضاته إلى ذلك تفقد المحافظ موقع مشروع شبكة المياه والصرف الصحي ومحطة المعالجة لمديريتي الحوطة وتوبا ووجه بوقف أي تعديات تحصل على أراضي المشروع